اختتم الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل عمل دورة تدريبية الثانية للهيئة الوطنية لترقية العمل والتي نظمت لصالح مئة من الشباب حول فنين الباتيك من أجل إعدادهم وتجهيزهم لسوق العمل تقرير ديقة محمد الحاج بهدف ترقية الشباب والخفض من مستوى البطالة في البلاد جاءت هذه الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل لأونابي بتدريب 75 أشخاص في مجال فن الباتيك في الدورة الثانية لها والذي استمر لفترة شهر حيث قدم مدير أونابي محمد نصر عبدالله في كلمته الختامية بأنه سعيد لترأسه المناسبة وأن الهيئة تسعى للتقليل من البطالة وخاصة بعد المنتدى الشبابي الذي عقد مؤخرا في العاصمة يدعم فكرة تأهيل الشباب المتدربين العمل من أجل بناء مستقبلهم كما تم قراءة توصيات مهمة موجهة إلى الحكومة بمساندة الهيئة الوطنية لترقية العمل وأيضا طالبين من الهيئة بتكرار مثل هذه الدورات التدريبية في أرجاء الوطن ومتابعتهم في نشاطاتهم ومن ثم وزع شهادات حضور لكل المشاركين والمشاركات في الورشة وكذلك المدربين الذين قاموا بتعليمهم فن الباتيك خلال هذه الفترة هذا وانتهت المناسبة بعرض بعض الأثواب الجميلة التي شكلت ولوينات من قبل المشاركون فهي أثواب صنع في جد